موسيقى سلام الله عليكم خطوات أمريكية ملحوظة لتبريد الجبهات في الإقليم هل هي تكتيك لشراء الوقت لتمرير أزمة فيروس كورونا والدخول إلى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل من دون ضغوط أم أننا في مفترق استراتيجي في المنطقة الأمور تغيرت بعد قصف إيران قاعدة عين الأسد كرد على اغتيال الجنرال سليماني والقائد المهندس وتبدو لهجة مايك بومبيو قد تغيرت وألمح إلى إعادة النظر بالعقوبات وغض النظر عن تصدير دول أوروبية معدات طبية إلى إيران العقوبات الأمريكية على إيران لا تسري على المستلزمات الطبية وغيرها من السلع الإنسانية نحن نقيم جميع سياساتنا باستمرار لذا فإن الإجابة هي هل سنعيد التفكير بالطبع الولايات المتحدة تضغط لحل أزمة النفط ولوقف إطلاق النار في اليمن وتعقد اتفاقا مع طالبان وترحب بمصطفى الكاذمي رئيسا للوزراء وتفتح حوارا استراتيجيا مع العراق إضافة إلى خطوات أخرى لتهديئة الأمور فماذا تريد واشنطن في هذه المرحلة في مقابل ذلك هل تسعى إيران وحلفاؤها إلى إسقاط ترامب في الانتخابات عبر تصعيد ميداني أم أن الأهداف أبعد من ذلك وما هي أوراق القوة وأدوات المواجهة لعبة الأمم حياكم الله نرحب بضيوف حلقة لعبة الأمم الكاتب السياسي هنا في الستوديو الأستاذ ساركيس نعوم ومن دمشق رئيس مركز المعطيات والدراسات الاستراتيجية الدكتور عماد فوزي الشعيبي أحييكم أضيفي العزيزين أستاذ ساركيس نعوم أبدأ معك يمكن قبل تحدثنا قبل أن نكون على الهواء عن تبريد الجبهات وإمكانية ذلك هل تعتقد بأنه في عملية مبرمجة أو استراتيجية مرحلية للولايات المتحدة الأمريكية تقوم على تهدئة العديد من الجبهات سواء كان الجبهات المتعلقة بمحور المقاومة إيران وحلفائها أو حتى جبهات خارج المنطقة أنا ما أعتقد أن الأمور بهذه البساطة ما في شك أنه في تبريد واقعي يعني حكموا الأمر الواقع وأهم شيء أزمة وباء الكورونا فيروس هذا أمر خلّى كل الناس تعيد حساباتها وتجمد إذا بتقدر تجمد كل أمر آخر هي لها علاقة في إن كان سلمي أو حربي اقتصادي أو أمني أو عسكري شو ما كان من أجل مكافحة هذا الوباء الخطير يلي بالنهاية الآن إيران القوة الأكبر في العالم الأعظم صارت هي الدولة الأولى في عدد الوفيات وفي عدد الإصابات يعني هذا ما بيميز بين كبيرا وصغير صحيح طبعا اللي بدي يقوله ليش عم بقول تبريد أمر واقع لأنه أساسا قرار ترامب هو أنه أنا لا أريد حربا مباشرة مع إيران عمل قصة قتل الحج قاسم سليماني وبالتالي أنا برجح أنه يكون أحد أسباب هذا الأمر خوفه على ولايته الرئاسية التانية لأنه لو كان يريد أن ينال من الحج قاسم سليماني كان مش مخبل حج قاسم يعني كان معروف في كل تحركاته والأمريكيين بيعرفوه ولكن لما صار في حصار للسفارة الأمريكية في بغداد خشية ترامب أن يكون هناك تكرار لتجربة السفارة الأمريكية في طهران وبعدين ليبيا بس طهران أكثر لأنه طهران كان كل الدبلوماسيين أخذوا رهائن فترة طويلة ويومها لعب الإيرانيون لعبة ذكية ساهموا في إسقاط كارتر لأنه هو يعمل عملية التواصل العسكري الفاشلة ولكن أنا بعتقد بعد سنوات وسنوات وعقود من هذه الفترة أدرك الأمريكيون أن كارتر كان رجل عاقل وموزون وأنه ريجن كان أسوأ منه وبعتقد يمكن يكونوا ندموا على المساهمة في إسقاط كارتر طيب أستاذ ساركيس في بعد اغتيال الجنرال السليماني والمهندس في لاحظنا نوع من التصعيد المدروس يعني أسميه إذا جاهز التعبير من قبل إيران وحلفائها في المنطقة على جبهات متعددة يعني العراق على جبهة اليمن ربما يكون أوضح في هاتين الجبهتين من جبهات أخرى بالمقابل اليوم نرى بأنه في أشهر حارجة قد تكون لدى الإدارة الأمريكية من الآن حتى نهاية العام موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية تبدو طهران تشعر بأنه الإدارة في موقف ضعيف الآن وعليها أن تحقق أكبر قدر من المكاسب وحتى يمكن الوصول إلى هدف إطاحة دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة هل تعتقد في مقابل ذلك تقوم الولايات المتحدة بتهدئة الجبهات حتى لا يتم لا أعتقد ذلك أنا لا يعني لا بعتذر بس أنا لا أتبنى هذه النظرية كما قلت لك قرار ترامب عدم الاشتباك مباشرة مع إيران اتنين التهدئة حصلت بعد قصة سليماني ولكن الدليل على عدم قرار يعني أنه ما فيه قرار بالتبريد هو رغم الكورونا فردت عقوبات جديدة على إيران فردت عقوبات جديدة على حزب الله كما يقول ترامب وبالتالي هذا الأمر مستمر الجبهة مستمرة الأمريكية في التحرك ضد إيران وحلفائها في المنطقة حتى ولولا يكن العمل عسكرية ولذلك يعني أنا باعتقد الإيرانيين يدركوا هذا الأمر بكل يعني بيعرفوا هذا الأمر تماما ولذلك يحسبون بضقة ولا أعتقد أنهم وحلفائهم سيذهبون بعيدا بحيث يستدرجوا دونالد ترامب إلى مشكل عسكري ما بدي أول حرب كبيرة مشكل عسكري لأنه لن بالأول لما كانت أوضاعه جيدة وما كانت فيه الكورونا وكان اقتصاده جيد وكل شي لم يسكت وبالتالي الآن بعد قصة الكورونا يلي طبعا مش هو مسؤول عن الكورونا ولكن هو مسؤول بدرجة أكبر عن تفشي الوباء لأنه بالقليل خمسة أسابيع ما عمل شيء استخف بالموضوع ولأنه الاقتصاد اللي هو نعتبره ورقة أساسية لنجاحه بالانتخابات هذا الاقتصاد إن شاء الله الآن وعندما تنتهي أزمة الكورونا فيه خسائر اقتصادية كتير كبيرة لوحدة المتحدة الأمريكية فبالتالي فيه أزمة اقتصادية مش بس أمريكية يمكن تكون عالمية ولهذا الأمر هؤل أمرين صار بيعتقد صار بيسموه فلنرابل يعني صار قابل للعطب بالانتخابات الرئيسية لذلك أنا بيعتقد ما حدا يجربه لترامب الآن وأنا طبعا مش من أنصار ترامب إذا جرب ترامب في هذه المرحلة بعملية استفزازية حقيقة ممكن أن يغامر بغامر علبا حتى قبل الانتخابات بأشهر حتى قبل الانتخابات لأنه ما بيعود فيه عنده إذا لم يغامر وبالتالي أكل الكف أو الصفعة وسكت مع الاقتصاد المنهار مع كل وباء الكورونا وتأخره في المعالجي يعني أكيد رح يكون معتبر نفسه ساقط وأنه هي ورقة الأخيرة طيب تسمحني أن أخذ رأيي الدكتور عماد فوزي شعيبي أستاذ عماد حياك الله بداية واستمعت إلى مقاربة الأستاذ ساركيس نعوم في وجهتين نظر إذا راقبنا جبهات المنطقة أو الوضع الدولي خاصة في المنطقة وجهة نظر تقول بأن الأحداث سواء كان انتشار وباء كورونا انشغال الحكومات بالوضع الاقتصادي وما يترتب عليه مكافحة الوباء يستدعي هدى مرحلية أو عدم تصعيد وما يجري طبيعي على جبهات اليمن مفاوضات في العراق تم قبول الكاظمي بعد التمسك بالزرفي الولايات المتحدة تصعب من قواعد إلى آخره لأنه نريد أن نعدد لكن وجد نظر أخرى تقول بأنه لا هناك التقاط لفرصة تاريخية لمسار زمني في هذه الأشهر يريد محور المقاومة إيران وحلفاء استثماروا والولايات المتحدة تحاول حرمانهم من ذلك يعني كلا الأمرين صحيح إذا أحببت يعني الأمور لا تقاص دائما بشكل واحد يعني إما أو مجموعة عناصر توضع أين يمكن وضع الترتيب أولويتها هذا مضوع آخر ولكن أنا أنظر للأمر بالإضافة إلى ما تفضل به الأستاذ ساركيس وأتفق مع جله فعلا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية يعني في حالة صدمة من وباء كورونا كما العالم ككل ومجرد تخفيض الموضوع إلى موضوع انتخاب أو غير انتخاب يعني هذا يصبح تفصيلا من الدرجة الثانية أو الثالثة اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشكلة كبيرة على مستوى الوضع الصحي على مستوى الاقتصاد وهذا ليس فقط في الولايات المتحدة إنما في كل العالم ولكن علينا أن نتذكر دائما أن الولايات المتحدة الأمريكية ولايتان وليست ولاية واحدة ولاية ترامب وصحبه والدولة العميقة حتى إذا عدنا قليلا إلى الوراء بالعمل العسكري الذي قام به قامت به الولايات المتحدة الأمريكية هناك بعض القراءات التي طلعت عليها قرار ترامب بالعملية التي أكادت أن تشعل المنطقة قبل بضعة أشهر وردت عليها إيران كان بمثابة استفزاز للدولة العميقة حتى أن وزير الخارجية ورئيس المخابرات عندما خرجوا من عنده بعد أن قال لهم نفذوا هذا السيناريو قالوا نحن كنا نقدم له سيناريوهات كثيرة خفيفة غير قابلة للاستفزاز هو اختار السيناريو الاستفزازي أنا أعتقد أنه إما لدينا أحد احتمالين إما في حالة ميزاجية وهذا احتمال يجب أن نضعه ولذلك أتفق مع وجهة النظر التي تقول بأن استفزاز ترامب بهذه المرحلة قبيل الانتخابات سوف تدفعه للهروب إلى الأمام وهو يريد شيئا ما يحرف الأنظار عن التقصير الذي قام به حتى انتشر وضاء كورونا بهذا الشكل لديه أو الاحتمال الثاني أنه كان يريد أن يختبر الدولة العميقة ويقول لهم أنتم تريدون مواجهة مع إيران إذن فليكن أنا سأضعكم أمام الاختبار وتتحملون النتائج المترتبة على ذلك دائما في قراءة الولايات المتحدة الأمريكية لا يجوز النظر إليها بالتصور الكلاسيكي القديم الذي يقول إنها دولة مؤسسات نعم اليوم هي دولة مؤسسات تتصارع مع تيار جديد هو تيار ثالث مختلف عن التيار الجنبولي يعني حتى بس دكتور عمد حتى لا يكون الحديث عن الإدارة الأمريكية وصناعة القرار في أمريكا يعني نبقى في موضوع سياسات الحالية الراهنة التي نلاحظها في بعض الجبهات المشتعلة في المنطقة والتي تشهد تغيير لا تنفصل أستاذ كمال لكن اسمح لي دكتور عمد أن أعرض هذا الفيديو أو نعرض للجبهات التي نتحدث عنها حتى يكون هناك تعليق على كل واحد منها ربما على حدة بعض الخطوات الأمريكية لتبريد الجبهات كما نلاحظها في اتفاق مع طالبان في أفغانستان جرت مفاوضات رعتها الدوحة أيضا هذا فيما يخص الجبهة في أفغانستان وقف اطلاق النار في اليمن الآن تجري مفاوضات في اليمن وفي تقارير ومصادر تقول أن السعودين يريدون إيقاف الحرب في اليمن في لبنان تم تسهير وتسهيل مهمة الحكومة الجديدة حكومة حسان دياب في لبنان بعد مخاض عسير تهمت في الولايات المتحدة بالعرقلة طبعا عدم معارضة القرار الأوروبي لتخفيف العقوبات عن سوريا بعد أن كان في تشدد بهذا الموضوع فتح حوار استراتيجي مع العراق والترحيب من مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء هذه ربما الجبهات في غزة في مفاوضات تجري تتعلق بالأسرة وصار في تسوية بين جانتس ونتانياهو وأيضا الولايات المتحدة رفضت ضم مناطق بالضفة لإسرائيل فيما يتعلق بالتخفيف أيضا مشاهدين أو عدم الحديث نهائيا عن صفقة القرن حاليا يعني كأنه اختفى الحديث عن صفقة القرن حاليا في مفاوضات سرية كما ذكرت قبل قليل غير مباشرة التبادل الأسرة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل الضغط لحل أزمة أسعار النفط بين روسيا والسعودية هذه أزمة شغلة العالم لمدة أسابيع أيضا تلميح بومبيو إلى إعادة النظر في العقوبات على إيران طيب خلينا نبدأ بالأخيرة أستاذ ساركيس تخفيف العقوبات على إيران كان في موقف غاية في التشدد للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالعقوبات حتى أنه بومبيو قال لا ما في عقوبات على إيران يستطيع أن يأخذوا معدات طبية والعقوبات لا تشمل معدات طبية ثم عاد وقال في مؤتمر صحفي نحن نقيم جميع سياساتنا باستمرار بشأن تخفيف العقوبات لذا فإن يجيب أحد الصحفيين سنعيد التفكير بالطبع بموضوع العقوبات هذا كان اعتبر نوع من المرونة أيضا الأوروبيين في الولايات المتحدة وضعت فيتو مشدد على الأوروبيين فيما يتعلق بإنستاكس والآلية الأوروبية لتخفيف العقوبات الآن الأمريكيين تقريبا سمحوا بهذا طبعا هذا نتيجة الانشغال الداخلي بوباء الكورونا نتيجة المعركة الانتخابية القاسية داخل أمريكا بين ترامب ومنافسه الذي صار فيه واحد هو جو بايدن ونتيجة الوضع الاقتصادي أنا هون بدي أقول بالنسبة للعقوبات أنه فيه تخفيف من خلال لهجية بومبيو أنه نحن لا نعارض هيئصة الأدوية والمعدات الطبية أساسا قالوا الأمريكان قبل ذلك لما عملت أوروبا اتفاق أنستاكس وبعدين بدأت بعد وباء الكورونا متفشة بدأت ترسل معدات وأدوية إلى إيران قال الأمريكيون أن العقوبات التي فرضناها تارك مجال لتزود إيران أو تزويد إيران بالمعدات الطبية والأدوية وكذا وبالتالي هذا الأمر اللي عملوه الأوروبيين هذا ليس انتهاكاً للعقوبات التي فرضتها أمريكا وبالتالي أمريكا ليست ضد هذا الأمر وبالنهاية ما فيه توقف ضده الأمر الثاني الأوروبيين استعملوا موضوع الكورونا طبعاً هني عم يعانوا منه بس بنفس الوقت هني عنده مصالح كتير كبيرة مع إيران ومصالح مع أمريكا وخافين من أمريكا اخترعوا الإنستاكس لحتى يحاولوا يعودوا ويلتفوا على العقوبات ويحموا الشركات ولكن عجزت أوروبا كلها عند الالتفاف على العقوبات بسبب النظام العالمي اللي بلش بزند الخمسة واربعين ولذلك الآن اللي عملوه الأوروبيين طبعاً في ناحية إنسانية ما بدنا نشيلها بس بنفس الوقت في قول للإيرانيين إنه نحن مش أمريكيين مية بالمية نحن نختلف وبالتالي نحن عندنا رغب كل ساعة لكن هون السؤال أستاذ ساركيس إنه هذا تم بمرونة أمريكية صح لو لم يكن هناك مرونة أمريكية ما كان تم ما فيه مرونة أنا مش عم بنكر المرونة بس أنا عم بقول الموقف الأمريكي كيف برر نفسه والسؤال لو إجت أوروبا الآن أو أي دولة كبيرة بدها تمد إيران بمواد ممنوع تصديرها أو بيعها لإيران ماذا تفعل أمريكا هون السؤال بيصير مشروع إنه فيه تبريد أو ما فيه تبريد بعدين بالنسبة لعفوا يعني الأضايا اللي نذكرت نعم اليمن والسعودية السعودية طبعاً بدها وقفت لاقنار لأنه ما بدعت بالحرب اليمنية اتنين وهذا شيء أنا بعرفه وكل الناس تعرفوا منذ اندلاع الحرب السعودية في اليمن ها الأمريكان أكيد أنا اللي بيقول أنه ما عرفوا الأمريكان فيها أنا بقول هذا يجذب ولكن أنا بعرف وكثير غير بيعرف وأنا آخر العارفين يعني أنا لا أدعي المعرفة المطلقة بالولايات المتحدة الأمريكية بيقولوا أنه أمريكا لم تستشر في موضوع الحرب على اليمن وعندما نشبت وهذا أمر سمعته بنفسي بالألفين وخمسة عشر بأمريكا لم تكن موافقة عليه طبعاً حليفة السعودية لأمريكا رجعت أمريكا قبل الكورونا وقبل الوباء العظيم رجعت أمريكا بسبب تعثر الحرب السعودية وعدم نجاح السعودية في تحقيق أي انتصار وانسحاب الإمارات بالآخر من الجنوب وعدم إبداء الجيش السعودي المهارة والكفاءة التي ظن الأمريكيون أنهم دربوهم عليها في الولايات المتحدة الأمريكية لكن دكتور عفواً أستاذ ساركيس نعم في لما بدأ التصعيد في اليمن تم قصف الرياض قبل أسابيع من قبل حركة أنصار الله السعودية أعلنت عبر التحالف العربي بأنها سوف تقوم بعملية نوعية في اليمن كرد على قصف الرياض قبل أن يتحدث أهل جابر في وول ستريت جورنل على ما أعتقد عن التهديئة بومبيو خرج في نفس اليوم وقال لا نريد تصعيد في اليمن وعلى الجميع أن يلجأ للدبلوماسية مضبوط بس قبل ذلك كان السعوديون والحوثيون يتفاوضون وفي لقاءات مستمرة بين السعوديين والحوثيين وهذا يعني ما فيك تضرب السعودي والرياض بالصواريخ وهذه شغلة مستمرة باش هاي أول مرة وتقله ممنوع تقول بالإعلام أنه أنا سأرد وأنه رجع هداك كمشلك إيدك الأمريكاني بالوقت يلي أنت عم تحكي مع الحوثي لأنك بدك توصل لتسوية لإيقاف الحرب لذلك هاي القصة قصة كمان اليمن قصة مستمرة ولكن ممنوع أن تصل إلى حدود كثير كبيرة والمنع هون جاي من الأمريكان وأنا بتأديري كمان من الإيرانيين الذين يحسنون الحسابات الدقيقة فبالتالي هاي معركة دائرة بقصة الطالبان قصة الطالبان بلشت قبل قصة الكورونا وقبل صار لزمان بلشي من سنتين أنا بذكر بمقال كان عندي اجتماع مع أحد المسؤولين عن أفغانستان طاكستان كل هذا الموضوع سألت سؤال بآخر لقاء ما هو الحل لأفغانستان وعن نحكي بإدارة يعني كان آخر سنة قبل إدارة ترامب قال الحل هو تسلم الطالبان الحكم في أفغانستان وبالنهاية بهو السنتين اللي مروا أربعة سنين ثلاثة سنين عم نشوف الأمور كيف عم تتطور يعني بكل هذه السعودية مثلا غير قصة اليمن السعودية في ملف بينه بين الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة المنبكة العربية السعودية لا تعملها الولايات المتحدة بالإحترام الذي تتمنى السعودية أن تعامل به يعني الطريقة اللي بتكلم فيها الرئيس ترامب عن السعودية خصوصا بعد صفقة القرن هذه الطريقة فيها نوع من السخية والاستهزاء الطريقة القول أنه تفعولنا مصاري من ساوي وكذا الضغط من أجل النفض هذه لهجة الإدارة حاليا ناشي الحال بكثير من الملفات لكن في مفاوضات طالبان في استعجال حاليا إذا أردت أن أقول في استعجال وفي جدية أمريكية وفي نوع من الخطوات اللي بدأت تسريع لأن أمريكا دخلت مفاوضات مع كوريا الشمالية في فرق المقارنة بين كوريا الشمالية والطالبان لا تجوز الطالبان حركة شأنها أو أبينا حركة أدركها الأمريكيون أنها تسير قدما نحو الانتصار نعم وإنه لو لا الأمريكيين ما كانت أخر طولنا على الدكتور عماد لكن سؤال أخير تتوقع أن تفتح الإدارة الأمريكية حوار مباشر مع الحوثيين مع حركة أنصار الله على غرار ربما طالبان وحركات أخرى هذا أمر ممكن يتوقف على الحوثيين وليس على الأمريكيين الأمريكيين ممكن يفتحوا مع الحوثيين وممكن يعتبروهم أنه هذا خط ممكن يكون صالح أيضا غير مباشر مع الإيرانيين هذا يتوقف على الحوثيين هلأ السؤال هل الحوثيين هم نسبة تحالفهم مع إيران أكيد إيران عم تساعدهم بشكل كثير جدي وكثير قوي ولولا إيران كانت الأمور يمكن تغيرت باليامة هل تحالفهم مع إيران هو بمتانة وإيديولوجية تحالف إيران مع حزب الله هذا سؤال أنا ما عندي جواب عليه طيب دكتور عماد طوالنا شوي عليك لكن سنعطيك نفس الوقت بطبيعة الأحوال للتعليق على هذه الملفات ألا تلاحظ أنه فيه ترابط بينها دكتور عماد يعني كلها مع بعض كل هذه الملفات مع بعض تشهد تهدئة وتفاوض ودبلوماسية بعد أن كانت تشهد تصادما عسكريا من اليمن إلى غزة سيدي المسألة استراتيجيا هناك تبدل يجب أن يحدث سواء بخصوص الاستقرار في المنطقة لأنه آن الأوان للاستقرار بالمنطقة وليس الحديث عن صفقة القرن إلا مؤشر لذلك وبالتالي إطفاء المناطق المشتعلة أمر على المستوى الاستراتيجي لابد أن نقرأ على المستوى الآن الرئيس ترامب لم يععد شيئا في برنامجه الانتخابي لم ينفزه إلا بقي له فقط الانسحاب من سوريا وحاول الأمر ثلاث مرات وردعته الدولة العميقة وأنا أعتقد بأنه قبل الانتخابات سوف ينفز هذا الوعد هذا من ناحية ناحية ثانية إذا دخلنا ببعض التفاصيل فيما يتصل بالملف السعودي اليمني أولا من الزاوية السعودية لابد من ترميم المناعة الاقتصادية التي تأثرت كثيرا بانخفاض سعر النفط من جراء الصراع بين السعودية وروسيا والذي أيضا دفعت ثمنه الولايات المتحدة الأمريكية في النفط الصخري أيضا هذا من ناحية من ناحية ثانية وصلت قواعد الاشتباك إلى مرحلة لا يمكن تعديل فيها ميزان القوى هناك وضع استاتيكو يجب أن نكون واضح حدث عن اليمن أم عن جبهات متعددة عن اليمن عن اليمن نعم نعم أتحدث الآن عن اليمن نازلنا في السعودية واليمن نعم ثالثا ما حدث في أيلول الماضي كان فيصلا بمعنى القدرة على ضرب العمق السعودي كان هذا مؤشرا كبيرا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي سكتت وبالنسبة للسعودية التي رأت بأن هناك تبدلا قد حدث بعدم بتغيير جزء من قواعد الاشتباك أيضا الحاجة إلى عرقلة أو فرملة الاندفاع نحو مأرب الذي كان يحدث حاليا كل هذه عناصر موجودة على الأرض تبين لنا بأن هناك حاجة طبيعية لإيقاف الحرب أو تبريدها في أسوأ لكن السؤال دكتور لماذا الآن؟ هذا هو السؤال ما مدى تأثير الولايات المتحدة الأمريكية في انخفاض مستوى التوتر أو محاولة انخفاض مستوى التوتر لأنه باليمن الآن يعني في مفاوضات صحيح مسقط لكن بالمقابل في تصعيد في معارك الآن في حشود بالمهرة الآن السؤال هو لماذا الآن كورونا طيب الكولرا قتلت من اليمنيين أكثر من كورونا يعني أسعار النفط السعودية تعاني ميزانيتها منذ فترة ليس فقط بعد أسعار النفط السؤال لماذا الآن أمام تأثير أمريكا في ذلك لما تحت الثمانين بالمئة بالنسبة للسعودية انخفض إلى ما بعد يعني كانت الموازنة بالنسبة للسعودية تقوم على ثمانين دولار للسعر البرميل للنفط اليوم بالعشرينيات أنت نزلت إلى الربع وهذا مؤثر مؤثر كبير بالنسبة لروسيا كان المعيار هو أربعين دولار الآن نصفه يعني هناك هناك شيء جدي حدث هذا على مستوى التفاصيل ولكن دعنا مرة أخرى نذهب إلى المحورين الأساسيين محور الأساسي العام وهو تبريد المناطق المشتعلة تمهيدا لي يالطة جديدة ربما يعني بدعوة الرئيس الروسي يمكن أن تحدث بالاتفاق بين الدول العظمى والدول الناشئة العظمى يعني الإقليمية العظمى والدول العظمى يعني أنت دكتور عماد تضع ما يجري حاليا في إطار استراتيجي بعيد المدى سيكون له نتائج بعيدة نعم نعم أنا أضعه في إطار استراتيجي لماذا لا يكون مرحلي لتمرير الانتخابات لتمرير أزمة كورونا ما هو المرحلي بالنتيجة يريد أن يخدم الاستراتيجية يجب أن ننظر إلى المؤشرات الواضحة لا يمكن أن تستخرج نفطا وغازا في المنطقة ومنطقة مشتعلة هذه مسألة منتهية لماذا طرحت قضية صفقة القرن على سبيل المثال لماذا في هذا التوقيت ورغم نحن متفقون بالتأكيد على أنها طرحت بطريقة فيها أسفاف فيها معادلة أن ميزان القوى لا يسمح لكم بأكثر من هذا أخذوا ما تستطيعون أن تأخذوا كل هذا متفقون نعم عليه ولكن مجرد طرحه في هذا التوقيت يعني أن هناك رؤية استراتيجية وألاحظ بأن هذه الرؤية الاستراتيجية لا تعطرض عليها دول العظمى الأخرى لم يقل أحد في أي دولة عظمى أخرى ولا حتى بعض الدول الإقليمية بأننا ضد صفقة بعض الدول الإقليمية بأننا ضد صفقة القرن بالمطلق البعض يقول لا صفقة القرن بهذا الشكل غير مقبولة مثلا على سبيل المثال بمعنى آخر الجميع يتحسس إلى أن هناك تبدلا يحدث الآن في العالم دعوة الرئيس بوتين إلى اجتماع وكرر مرة ثانية هذه الدعوة إن حدثت قد تكون هي يالطة جديدة موازية لليالطة دكتور عماد تسمح لي ننتقل إلى فاصل قصير بعده أخذ رأي الأستاذ ساركيس في موضوع محدد استراتيجي أم مرحلي حتى ما تحدثنا عن اختفاء الحديث عن صفقة القرن الذي يبدو بأنه أيضا ضمن إجراءات التبريد لا تريد تبدو الإدارة بأن يكون الموضوع عامل تفجير أيضا في المنطقة وبعد الفاصل نتحدث عن التصعيد الذي قامت به جبهة المقاومة خلال الفترة الأخيرة قبل أو الذي استدعى عملية التبريد الذي نتحدث عنها فاصل ونعود تحية جديد مشاهدينا في لعبة الأمم قبل نعود إلى ضيوف فقط أعرض نتائجا للإستطلاع على صفحة برنامج لعبة الأمم على وسائل التواصل الاجتماعي حول سؤال حلقة مع اضطراب الانتخابات الأمريكية هل تسعى واشنطن لتبريد الجبهات وعدم التصعيد فيها لقليم تويتر نعم 54% كلا 46% نعم 45% كلا 55% نعم 51% كلا 49% هذه نتائج التصويت على سؤال الحلقة على صفحات البرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي سيد ساركيس نعوم توفق على أن ما يجري هو مسار استراتيجي وليس عمليات موضعية لتمرير مرحلة هي علامات موضعية لتمرير مرحلة ولكن بنفس الوقت للتهيئة للمرحلة الاستراتيجية التي سيجد العالم نفسه أمامها بشكل مباشر وهذه لأول مرة وهذه نعمة ونقم بنفس الوقت أنه ستتقرر في الشرق الأوسط وبكل بعربه وعجمه وأتراكه ويهوده إسرائيليه يعني ولذلك بقول هذه هلأ مرحلية بس أنا كمان بدي أرجع أقول شغلي تاني مثلا بإطار التهديئة وغير التهديئة أنا بدي رأي إيران رغم التصعيد اللي عم يحصل واللي ما حدا صحيح في مقاتلين وفي أحزاب وفي طيارات وفي قوى بغزة بلبنان بسوريا ولكن بالنهاية إيران هي إذا بدك المنصق فيما بينهم ولها كلمة أساسية تقود هذا المحول طبعا فإذا إيران أنا برأيي هي تحاول أن تقوم بشيئين الشيء الأول هو الاستمرار في السعي إلى الحصول على موقع جدي وفعلي في المنطقة من هلأ إلى أن يحين أوان البزار الكبير بين الدول العظمة والكبرى يلي سماها الدكتور شعبي بيالطة الجديدة وهذا أمر سيحصل تجميع أوراق وهذا أمر سيحصل ولكن سيأخذ وقت طويل كمان أنا بدي أقول شي تاني وهون طبعا مش عمقوله عن سؤنية أنا بكل شي لا عندي سؤنية وأنا إنسان صادق الكورونا يلي أذى إيران كثيرا ولا يزال يؤذيها وما بدي أدخل هون بالدعايات والدعايات المضادة تخفي أرقام بب تخفي أرقام هذا أمر بيخصنه أنا ما أدخل بها المواضيع ولكن هذا أمر أيضا بيخلي إيران وشعبها يتجاوزون الأثار السلبية للكورونا الصحية والاقتصادية والإنمائية وبالتالي التركيز على شو أنه إيران لا تزال في خطر من قبل المستكبر الأكبر اللي هو للتحد الأمريكي ولا تزال في معركة دائمة وبالتالي بتظل الأمور مركزة على هذا الموضوع الشغلة التالتي القازمة مثلا يلي اعتبرت أنه هي جزء من القازمة كلنا نعرف رئيس المخابرات كان لما يطرح لرئاسة الحكومة في العراق قبل من لما طرح قبل الزرفة طرح قبل الزرفة كان الاعتراض عليه أنه أمريكي طيب فجأة يتم الموافق عليه الإيراني وافق على الأمريكي ورح يشكل الحكومة معناته هذا تبريد ولا هذا تصعيد يعني هذا كمان تهيئة من كفة بالحرب إذا بدك الحرب المعيرة وبنفس الوقت من كفة بإعطاء الإشارات وننتظر إشارات أخرى طيب أستاذ ساركيس صفقة صفقة دكتور عماد صفقة نعم ورد يكون فيه صفقة طيب خلينا نشوف دكتور عماد بعض المراجع تتحدث عن صفقة حدثت بهذا الخصوص في مقابل تحرير جزء من المبلغ الموجود لدى أوروبا مليار و300 مليون و600 مليون لست متأكدا لست متأكدا من هذا الأمر يعني ولكن يتم تداول الأمر وهذا فيه من قبل طيب هو جرى قبل التبريد عندك تعليق لا لا بس شغلي وحدة بعد قصة صفقة القرن صفقة القرن أساسا فاشلة وبرأي الأمريكيين صفقة القرن دافعها المشترك بين نتنياهو وطرامب هو الانتخابات وهذه الانتخابات انتهت انتهت عند نتنياهو وبالتالي ما عاد في دافع وبعد اتفاقه مع بني جونس معت في دافع اسرائيلي للتحشي على الأمريكيين انه ساعدونا بهذا الموضوع وبالتالي قصة أمريكا ضد ضم أراضي من الضفة الغربية ومنعت اسرائيل أساسا الموقف الأمريكي من أمرين اللي هو صفقة القرن شو بدي ما عم بيحكي هلأ عن أمريكا ترامب عم بيحكي الدولة العميقة الستابلشمنت اللي عم بيحكي عنها الدكتور عماد هذه الدولة العميقة تؤمن بأنه أكيد لا تؤمن باستعادة فلسطين ولكن لا تزال تؤمن بحل الدولتين وتقول أنه الحل المثالي هو أن تكون هناك دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا ولها عاصمة في هذه العاصمة جزء من القدس ضاحي ما ضاحي ما بعرف طيب أستاذ ساركيس قبل ما يحصل هذا ون رح توجه للدكتور عماد مقابل التبريد كان هناك أيضا تصعيد وهذا كان ملاحظ على العديد من الجبهات سنستعرضها هنا على الشاشة مؤشرات التصعيد أو جبهات التصعيد في العراق قصف معسكرات وقواعد أمريكية لسيما التاجي مقتل عناصر من تحالف جنود أمريكيين قتلوا في قصف التاجي أيضا هنا على جبهة اليمن سيطرت حركة أنصار الله على الجوف وقتال في المأرب والحديدة وقصف للرياض جبهتين مشتعلتين اليوم في أكثر من جبهة أيضا اشتعلت بالتوازي مع المفاوضات في سوريا تفجير في بلدة الصور بريف دير الزور استهدف أليات أمريكية أدى لمقتل ضابط أمريكي هذه الأحداث طبعا خلال الفترة القصيرة الماضية كان في تصعيد من قبل قياديان السنوار والنخالة هدداء إسرائيل بقصف تل أبيب إذا تأذى الأسرى جراء كورونا طبعا بالمقابل كما قلنا في مفاوضات أو نشطة المفاوضات على خط تبادل الأسرة هذا التصعيد دكتور عماد في دمشق ألا تراه أيضا متزامنا هو الذي أدى إلى التبريد يعني بمعنى أن هناك طرف يشعر أن التصعيد الآن في مصلحته مقابل طرف آخر يريد التبريد لأنه يريد أن لا يحصد الطرف الآخر نتائج التصعيد طبيعة الأشياء الحرب امتداد للسياسة وإن بوسائل أخرى يعني معنى آخر أنت بالعمل العسكري تحصد أكبر قدر ممكن من الأوراق لتستثمرها لاحقا الطرف الذي لا يستثمر جيدا في العمل العسكري يعني ينطبق عليه القاعدة الذهبية التي لا يمعونه ما يلزمونه يعني بالنتيجة النهائية يجب أن يكون هناك لديهم أوراق هذا التصعيد تصعيد يلملم أوراق كما يلملم الطرف الآخر أيضا أوراقه كلهم بطريقته السعي نحو التبريد قد يخترق أيضا حتى لو حدث بعد قليل يعني تفاهمات أو تفاهم جنتلمان حول تخفيض التصعيد قد يخترق بلحظة ما يعني أنا أعتبر بأن الفيصل الأساسي هو نهاية أب يعني ما يقارب ما يقارب أيلول وتشرين الأول قبيل الانتخابات الأمريكية إذا لعبت الأطراف على تفاصيل الانتخابات الأمريكية كما تم اللعب على تفاصيل الانتخابات الأمريكية السابقة التي تم ذكرها بخصوص كارتار وآسف كليمتون سابقه ريغان ريغان وسابقه أيضا يمكن أن تكون هذه جزء من اللعبة يعني بالنتيجة النهائية هناك تداخل حقيقي بين التفاصيل والشيطان يكمن في التفاصيل وبينما هو استراتيجي بالنتيجة الدولة العميقة في الولايات المتحدة أي من سوف يعني يحكمها في المرحلة القادمة متجهة نحو تفاهمات دولية في لحظة ما كيف ستتموضع هذه التفاهمات كيف ستتشكل بناء على الرئيس الجديد الذي إما يحمل مشروعا مخالفا كما هو حال ترامب أو أنه يلتزم بالدولة العميقة لكن هذا هذا التصعيد دكتور عماد هذا التصعيد الذي عرضنا سلسلة حلقاته من العراق اليمن إلى سوريا إلى غزة هذا التصعيد ألا تعتقد بأنه منسق يعني بمعنى أنه في جبهة تحالف تنسق فيما بينها ترى أنه الآن هو توقيت التصعيد الصحيح طبيعة الأمور تماما طبيعة الأمور وبالتالي في هدف لهذا التصعيد طبعا نيل مزيد من الأوراق التفاوضية مرة أخرى اللي ما عندوش ما يلزموش يعني يعني خلينا نكون بهذا التبسيط لكن التوقيت هنا دكتور عماد التوقيت هنا إما أن يكون هذه الأطراف وجدت أنه عليها الآن أن تصعد لأنه في أشهر للانتخابات وهي هدفها إسقاط دونالد ترامب في الانتخابات أو وصلت إلى مرحلة من الحصار إلى الاختناق ووجدت أنه لم يعد أمامها للتصعيد للخروج من المأزق في خيار ثالث لا مش خيار هم الأتنين أكيد خيارين موجودين وإضافة لذلك لم لمت أوراقها حتى لا تحدث صفقة على حسابها أو على الأقل تنال شيئا جيدا من التفاهمات اللاحقة دعني أشرح مسألة إذا سمحت لتعطيني وقتا لشرحها كل الدول بعد كورونا ستذهب لترميم ذاتها كل الدول أبدا دعني أتحدث عن الجانب الأمريكي مثلا الاحتياطي الفيدرالي في كل ثانية يتبادل مليون دولار من سندات الخزينة والأوراق المالية بالقروض العقرية يشتري يوميا تسعين مليار دولار تسعين مليار دولار هذا كان يتبادل به بتسعة أشهر أو 11 شهر في تسعة نيسان الماضي قررت الاحتياطي الفيدرالي إطلاق 2.3 تريليون دولار لشراء الأصول أدرج 2 تريليون دولار بلا أصول مالية أبدا على الإطلاق ورق فقط 80% اليوم من الأمريكيين لا يعملون في كل من العقرات في التعليم في الترفيه في المطاعم هذه كارثة ارتفع عدد الذين يقدمون طلبات الإيداع الأولية للتأمين ضد البطالة كان من البداية 3.3 مليون إلى 6.6 هذا ماذا يعني كله في المحصنة الآن في كارثة في الولايات المتحدة الأمريكية البطالة ترتفع بنسبة نصف بالمئة يوميا بحلول الصيف ستصل إلى 30% إذا ذهبنا من أمريكا إلى الصين مثلا الآن البطالة بلغت في الصين وتعرف الصين مليار ونصف قديش القوة العاملة هائلة 6.2% البطالة انظر إلى حجم دكتور أنت تريد أن تقول بأن العالم الدول لن تتجه للحروب ستتجه كلها إلى تبريد الجبهات لأن كل دولة ستعيد تنظيم أمورها لكن هذا ممكن يقود له هذه طبيعة الأشياء هذه قراءة سيدي سمعت من بعض المحللين المحترمين في قراءة تخطع لمشكلة نسميها فلسفيا الاستقراء الفاسد إذا نزل المطر البارحة واليوم غدا سينزل المطر هذا غير صحيح البعض يقيس على حالة الركود الاقتصادي والكساد في العشرينيات والثلاثينيات من القرن المنصر اليوم لدينا حالة من خارج الصندوق كليا العالم بأكمله ينهار اقتصاديا الدول الفرية تصبح غنية والغنية تصبح متوسطة والمتوسطة تصبح فقيرة والفقيرة تصبح مدقعة الفقر بشكل لا يوصف نحن أمام حالة كارثية أعطيك مثال مثلا في الهند عدد القوى العاملة 471 مليونا اليوم في 100 مليون عامل لا يعملون في الهند هذه القصة ستستمر يعني عندما نقرأ فعليا علميا الدراسات في 388 دراسة علمية بخصوص فيروس كورونا أغلبها متضارب كما تتضارب السياسات حسب قول صديق لي وأيضا أغلبها يقول بأن لا حل لهذا الفيروس بمعنى آخر قبل سنة أو سنة ونصف إلى لقاء أنا شفت أستاذ ساركيس سجلت ملاحظات نسمعها يعني طبعا أنا مع الدكتور الشعيدي وكل العالم يعرف أنه بعد أزمة الكورونا فيه تغيير كبير حتى قبل الكورونا كان واضح أنه النظام العالمي الأحادي الذي مارسته وطبقته للتحدي الأمريكي ما مشي حاله كما يجب بأخطاء منها ولأن الأحادي كمان غير ممكنة في كون في دول عظمة كبيرة وفي دول طامحة لأن تكون عظمة وعند الإمكانات لأن تصل عظمة وإن كان بعد عقد أو عقدين اللي بدي أقوله لكن تغيير ما بعد كورونا تغيير ما بعد كورونا يعني طبعا رأي الدكتور عماد رأيك ورأي باحثين آخرين محترمين أكيد يعتد به لكن ما في مؤشرات في تغيير يعني بعد لا تزال المصالح والجبهات والمعارك يعني التغيير يتراوحون في المكان إذا أنا إنسان باخد الأمور على ظاهرها وأؤمن أنه كل الناس طيبين وما في أشرار وأؤمن أنه الدول كلها جمعيات خيرية وما في مصالح إن كان دول كبيرة ولا متوسطة ولا صغيرة ممكن أحكي أنا بهذه الطريقة ولكن التغيير الذي سيحصل لا يعني يعني ما يمارسه محور المقاومة الآن من تصعيد واللي الحلقة مبنية عليه هذا لا يعني أنه هذا المحور أيضا سيكون عصيا على التغيير عندما يحصل التغيير في العالم ولذلك بده يكون كل الناس منتبهين بدك وقت لحتى تشوف التغيير التغيير يمكن ياخد خمس سنين وست سنين والنظام العالم يمكن ياخد عشرة ولكن خلاص أنا بعد ما بدأت الحرب في سوريا بعد 2011 كنت يمكن أو أول أو من أوائل القائلين أنه لن يربح أحد في سوريا ولن يخسر أحد وأنه بنهاية الأمر النظام الإقليم ينهار بعد سنتين ثلاثة وصلت لأستنتاج وكتبت أنه النظام العالم ينهار صار بحاجة إلى نظام آخر وأثبت التطورات التي حصلت بهذه كم سنة أنه خلاص يعني إجا الكورونا مثل واحد إجا أنه عمل الدمغة على أنه صرنا بحاجة إلى نظام جديد هون يلي بدي أحدث هنا أستاذ ساركيس عن طبيعة النظام يعني ملامح يعني صعب تقول مؤشرات قوية ولكن صار واضح أنه القوة العزمة الأمريكية لا تزال عزمة ولا تزال العزمة ولكن في حد منها قوة تانية سوف تصبح عزمة مش أعظم منها ولكن عزمة بقدرها بعد عقد أو عقدين أو أقل وبالتالي سوف تعود مرحلة السنائية القطبية السنائية الدولية في حكم العالم يعني الصين وليل التحدي الأمريكية وإعادة استقطاب دول وتكتلات ما حدا بيعرف هلأ بدنا تشوف الموقع الروسي وين روسيا دولي كبرى طبعا أخذت مكان في الشرق في الشرق الأوسط استعادته ولكن هذا هو حد روسية مش أكتر من هيك فأكيد الرئيس أوبانا لما كان موجود استدرك هذا الأمر وشافه ولكن بآخر وليته بآخر سنتين لما تكلم حتى بآخر سنة عن القيادة من الخلف أدرك أنه الأحادي ما بقى تساعد أمريكا فصار بده يرجع يجمع الاتحاد الأوروبي وإذا بيقدر الاتحاد الروسية كمان بتشارك وبيكونوا كلهم مشاركين في القرار وأمريكا هي القائدة انتهى الوقت تماما لكن دكتور عماد يمكن عنده تعليق عنا ثواني إذا فيك كلمة أخيرة لم تسألني إذا كانت هناك فرصة لتبدل من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه سوريا وهذا أمر قد نشهده قبل الانتخابات أو بعض الانتخابات الأمريكية إذا ربحت ترامب شو المؤشر المؤشرات هي دعوة الرئيس الأمريكي لمساعدة سوريا في الإفراج عن المصور أوستين تيس اللي فقد بسوريا عام 2012 ومؤخرا ديفيد ليش وهو بروفيسور من جامعة ترينيتي يعني يتحدث بشكل متفائل عن إمكانية حدوث هذا الحوار السوري الأمريكي خمس كلمات مقياس التصعيد اللي سميناه تصعيد في المنطقة هو حزب الله طالما حزب الله بقي على سلاحه ولكن لم يستعمله فأنا لا أعتبر أن هناك تصعيدا استراتيجيا أنا بعتبر أنه هذا تصعيد شكرا جزيلا لك أستاذ ساركيس نعوم الكاتب السياسي أشكر حضورك هنا في الستوديو دكتور عماد فوزي شعيبي رئيس مركز المعطية ودراسات الاستراتيجية من دمشق أشكرك جزيلا شكرا لعبة الأمم انتهت إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة